رغم بساطة الفيديو ورغم بساطة المعلومة اللي انا هقولها الا ان كتير مننا للأسف وده لقيته على القناة ولقيته على الفيس مش ملم بالحكاية دي الفيديو ده مهم جدا للطلبة والباحثين والدارسين والسنوية العامة والكلية حتى برضو الناس المتعلق تتعلم اللي بتتعامل مع الارقام والقياسات الفيديو دوت عن حاجة اسمها الفيزيكال كوانتريز الفيزيكال كوانتريز دي هي الكميات الخاصة بالطبيعة ركزوا معاك وايس جدا ويلا بينا عن فيديو الفيزيكال كوانتريز حوالينا في الدنيا ممكن تكون اي شيء قبل قياس السرعة الحرارة الانبير شدة الاضاءة الطول الكثافة وتفر يعني اي حاجة قبل للقياس في الطبيعة حوالينا المشكلة مش هنا المشكلة في ان الناس بتقول الارقام دون ان تشعر بها هي على وعي تماما بالرقم وعلاق بقيمته لكن مش قادرة تحس بمعناه هديكم مثال لو انا دلوقتي قلت لك ان درجة حرارة وعاء ما اه مثلا اه مية وخمسين درجة مئوية انت ممكن تاخد الرقم وتقول اه اوكي درجة حرارة مية وخمسين درجة لكن حاسس يعني ايه مية وخمسين درجة مئوية حاسس يعني ايه المعلومة دي انت حاسس بيها ولا لأ مية وخمسين درجة مئوية دي يعني اعلى خمسين درجة من المية اللي بتغلي دلوقتي حاسيت بيعني ايه رقم مية وخمسين طيب بلاش دي لو قلتلك مثلا إن في حاجة حجمها 5 متر مكعب حاجة حجمها 5 متر مكعب إنت متخيل 5 متر مكعب قد إيه حاسس بالرقم دوت ممكن ما تاخدش بالك منه لغب أن أنت قوير بأنه هو 5 لكن لو قلتلك إن الحجم ده هو حجم فيل بالغ فيل كبير مش طفل 5 متر مكعب ده حجم فيل أولو قلتك مثلا إن الحاجة دي بحجم الفيل انت ساعتها هتتخض قول ده كبيرة جدا لكن ممكن لو ترك خمسة متر مكعب من غير ما جيب سيرة الفيل انت هتاخد الرقم ومش هتحسه يا جماعة الفيزيكس والطبيعة عشان نفعشان نتعامل معها المعاملة اللائقة والمناسبة والنستوعبها ونؤدي فيها ونعالج مشاكلها لابد ان احنا نحس بارقامها مش مجرد اني اخد لتناول الارقام مجرد الارقام مبتدي بقبل ما نخش في الوحدات القياس نخش في الارقام نفسها والالفاظ اللي بنلحقها بوحدة القياس يعني لو عندنا مسلا في وحدة قياس متر فاحنا بنقول قبل كلمة متر ممكن احنا نقول ايه كيلو متر ممكن نقول سنتيمتر صحيح كده فعايزين نتكلم دلوقتي على الحاجات اللي هي قبل وحدة القياس ثم نخش على وحدات القياس المختلفة فنبتدي كده بسم الله اي وحدة في الدنيا حاجة مكونة من حاجة وحدة سي نقول مسلا اهو قرص سميه دايرة سميها رغيف فلو مسكناه قسمناه الصين يبقى ده نص رغيف اربعة تربعة يبقى ده ربع رغيف طب تعالوا بقى ندخل في الجد لو قسمناه على عشرة سي مسلا قسمناه عشرة حتة الحتة الوحدة طبعا ده اسمه زي ما اتفعل انا رغيف سميه قرصة سميه اي حاجة يعني حاجة معينة الحاجة دي تقسمت على عشرة فانا هرمز للحاجة دي بقى اعلى متين استفهام علشان انت تحط قصدها اي شيء في الدنيا اي حاجة تقسمت على عشرة فهينتج عندنا ايه بقى القطع اللي هتطلع دي اسمها ايه القطع اللي هتطلع دي اسمها الدي سي اسمها دي سي واشهر وحدة دي سي الحاجة يعني مسلا لو هنا لو هنا اه بيل يبقى دي سي بيل لو هنا جرام يبقى دي سي جرام لو اه وتفر رغيف دي سي رغيف اي حاجة في الدنيا هتقسمها على عشرة الجزء اللي من عشرة ده واحدة الحتة الواحدة دي اسمها دي سي الحاجة طيب نخش اكتر نتعمق اكتر نقسم على الف قسمنا على الف بقيت قطعة اصغر بكتير يبقى نفس الحاجة انما على الف هنسميها ايه الحاجة اللي على الف هنسميها ملي ملي الحاجة يعني ملي لو متر يبقى ملي متر لو جرام ملي جرام لو سي مثلا اي حاجة في الدنيا تقسمها على الف تطلع ملي الحاجة طبعا احنا نطينا من المية من العشرة للمية على طول من العشرة لالف على طول ما عدناش على المية طب ايه اللي يحصل لو الحاجة اسمناها على مية القطعة الواحدة من مية اسمها ايه اسمها سانتي السانتي واشهر حاجة في الدنيا مشهورة عندنا ان احنا بنسميها بالسانتي هو المتر اذا المتر لما نقسمه على ميت حتة الحتة الواحدة ان المتر دي اسمها سنتيمتر. لكن ده ما يمنعش ان انا ممكن اقول سنتيجران. ما يمنعش ان انا اقول سنتي كزا. اي حاجة فادي انا ممكن اقول عليها سنتي. عشان بس نبقى حاسين بالايه? بالرقم اللي بتحط قدام واحدة القياس اللي بنقس علينا. بس هو اتشهر ان المتر بيبقى متقسم على مت حتة. فبيبقى بالسنتيمتر. نقسم اكتر واكتر بدل ما احنا قسمنا على الف بقت ميلي. هنقسم كمان على مليون. يعني كم صفر? دول ثلاثة? هنحط ست صفار. شوفوا قد ايه? الحتة اللي هتطلع صغيرة جدا. الحتة اللي هتطلع صغيرة جدا دي اسمها ميكرو. لحد كده. كويس? يبقى الحتة شوفوا لما نقسم الرغيف ده مليون حتة. تخيالوا الحتة قد ايه? صغيرة جدا. بيبقى اسمها ميكرو. ميكرو ايه? ميكرو الحاجة اللي انت قسمتها. ميكرو ميكرو ميتر. آآ ميكرو جرام. آآ ميكرو اي حاجة اتا في الدنيا تقسها بالآآ تقطعها لمليون حتة. الحتة اللي هتطلع اسمها ميكرو. طيب. تعالى نحط جنب الست صفار دول ثلاثة كمان. يعني ايه? يعني هنقسمها على ها? ادي ثلاثة. وادي اخر ثلاثة. مليار. المتقسم الرغيف الواحد مليار حتة. تخيلوا الحتة قد ايه صغيرة. مليار حتة قسمتها. يبقى الحتة دي بيسموها نانو. نانو كزا. لو الثانية قسمتها مليار حتة. الثانية نفسها اللي بتعدي بسرعة دي. لا انا قسمتها مليار جزء بقى اثنان وساكن. طيب. تعالوا بقى بدل ما هو تسعة صفار خليها اتناشر صفر. يعني تلاتة تلاتة وادي الستة التانية. انا مش هقول بقى اتقسمت قد ايه? لكن خلينا نعرف هي قد ايه صغيرة جدا جدا جدا. بالبيكو. الحتة اللي واحدة اسمها بيكو. طيب. واشهر حاجة في الدنيا بتتقسم لصغير جدا جدا هو البيكو اللي هو الفراد. بنسمع عن البيكو فراد. كتير او الناس اللي شغلها في الالكترونيكس بنسمع عن كلمة البيكو فراد اللي في السوق بسموها بفة. ما علينا يعني مهم ان البيكو هي وحدة وحدة قياس او مش وحدة قياس السوري هي 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 رقم بيتحط بيبين حجم الحاجة او مقدار وحدة القياس ديت. فدي مقدارها قبل عن واحد على عشرة قص اتناشر. يعني اتناشر صفر. كويس كده? طيب. تعالوا نكبر بدل ما نمسك الرغيف ونقسمه. لا ده احنا نزود عدد الارغيفة. نزود عدد الحاجات. فبدل ما عندنا الغيف واحد نفترض ان احنا جبنا عشرة الغيفة. بقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة. زودنا العدد. مش مسكنا واحد وقسمناه. لا ده احنا زودنا. فالزيادة دي العشرة الغيفة او العشرة حاجات. بتفر ايه هي بنسميها دكة. يعني لو جبنا اي حاجة في الدنيا وضربناها في عشرة فتبقى ديكة حاجة. عشرة الغيفة ديكة الغيف. عشرة بطاريات ديكة بطارية. عشرة متر ديكة متر. خلاص كده? سهلة. طيب. لو جبنا الحاجة وكررناها ميت مرة. الميت مرة اسمها هيكتو. هيكتو. افتكروا الالفاظ دي شوية. وانا هسلم لكم جدول بالبيانات دي. اي حاجة نكررها ميت مرة فبنسميها بدلا ما اقول مثلا ميت ترابيزة نقول هيكتو ترابيزة. اه بدلا ما نقول اه ميت مثلا شمعة نقول هيكتو شمعة. يبقى كده اتفهم ان انا بتكلم في ميت حاجة. طيب لو جبت مسكت الحاجة وكررتها الف مرة. بتبقى كيلو. كيلو الحاجة. يعني مثلا جبت الف جرام بقت كيلو جرام. الف متر بقت كيلو متر. خلاص كده? عشان في ناس عندها اه بتلخبطة ما بين مصطلح كيلو والوزن. بينسب يقولك ان الوزن بالكيلو. الوزن ابدا مش بالكيلو. الوزن بالجرام. الف جرام هما كيلو. الف متر هو كيلو متر. هو كيلو جرام. الف متر هو كيلو متر. وهكذا. خلاص? يبقى الكيلو دي عبارة عن رقم بتمثل رقم مش ربريزنت رقم مش ربريزنت وحدة قياس. اتفقنا? طيب. بعد كده. حط بدل تلات اصفار بدل ما هي الف حاجة. خليها مليون حاجة. يعني حط تلات اصفار كمان. المليون حاجة دي بنسميها ميجا. ميجا حاجة. لو واط يبقى ميجا واط. لو مثلا جرام يبقى ميجا جرام. طبعا ميجا جرام محدش نادر اول ما حد بيقولها. آآ تعالوا بقى نحط كمان تلات اصفار تانين. بدل كده ستة. واجه تلاتة هيبقى تسعة. في الحاجة نفسها. ايه هي? بنسميها جيجا. وطبعا اشهر حاجة بالجيجا عندنا هو البيت جيجا بايت او الهارد ديسك اللي ما بيتقاس بيتقاس بوحدة قياسه بالبيت. فجيجا بايت يعني آآ مليار. مليار جيجا بايت. اوكي? مليار بايت. الجيجا بايت الواحدة مليار بايت. الجيجا جرام مليار جرام. اوكي? طيب. خدوا بالنا من الحاجة دي انا اتكلمت فيها كده ببساطة وبسهولة لكن مهمة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم في الشقة التاني. وهي الحاجة اللي بقسها. ندخل بقى على الجزء الخاص دي الوحدات النفسها او الوحدات القياس نفسها. الوحدات القياس نفسها دي حاجات من اختراع الانسان. وحدات القياس دي من اختراع الانسان وفي بعض العلماء سموا الوحدات القياس بأسماءهم زي فراد زي قوم زي جول دي علماء اختراعوا واحد يعني مش اختراع واحدة القياس اكتشفوها وعرفوا كل واحدة منهم وعرفوا كل واحدة منهم وكل مقاسها قد ايه وحجمها قد ايه بعض الوحدات هي ناتشرال كده كبيرة وفي بعض الوحدات ناتشل كده صغيرة برضه ازاي يعني في وحدات صممت لتكون كبيرة وفي وحدات صممت هي اصلا واحدة صغيرة هديكم مثال الفراد دي واحدة قياس السعة السعة المكسف واحد فراد يا جماعة ده رقم ضخم جدا دي حاجة كبيرة اوي 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 عشان كده تلاقي المكسفات دايما بالميكرو فراد ان واحد فراد ده حاجة كبيرة ضخمة عكس الجرام الجرام ده حاجة صغيرة جدا رغم ان واحدة قياس وزن لكن حاجة صغيرة انا حس بيها حاجة صغيرة جدا الحاجة الصغيرة دي عشان اقدر استوعبها وانا اقدر امسكها في ايدي فبطر يعني كيلو جرام نص كيلو جرام نص كيلو يعني خمسمائة جرام ابسط حاجة اقدر احس بيها عشان ايدي تحس بيها او انا كفيزيكا لي انا كانسان لي ابعادي ولي احساسي اقدر احس بحاجة عشان كده اجرام بالنسبة لي حاجة انا صغيرة جدا لكن افراد حاجة كبيرة تعالوا مثلا لحاجة تانية خالص ساي مثلا المتر المتر دي حاجة وسط مسافة حاجة حاجة بتقيس مسافة فالواحد متر اقدر اتخيله قد ايه اما الواحد جرام اقدر اتخيله انه صغار جدا حاجة صغيرة جدا اما الواحد متر هي مسافة قد خطلة من خطوتي تقريبا الواحد فراد دي كمية ساعة كهرباء كبيرة 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 رغم انها واحد فراد بس هي اتخلقت كبيرة كده عشان كده اقل حاجة اللي بنتناولها بيننا وبين بعض ميكرو فراد نانو فراد بيكو فراد حاجات صغيرة خالص الجرام حاجة صغيرة عشان كده اه الدهب بيتلاقيه بيتباع بالجرام. الفيديو ده جماعة عايزوا اه كل الطلبة اللي داخلين على مرحلة السنوية العامة اللي عايزين يفهموا اه اه ابعاد الفيزيكال كوانترز ديت يحسوها ازاي بالارقام ديت. يعني ايه دي سي يعني ايه سانتي يعني ايه ميلي يعني ايه ميكرو. في ناس لحد اللحظة حططين في دماغهم ان الميكرو دي للثانية ميكرو ساكند وبس. او ان الميكرو دي حاجة بسيطة كده وملتزمة بواحدة قياس زي الثانية وبس. يعني في ناس لو قلت لهم مسلا ان في ميجا ميجا وات يستغربوا. يعني ايه ميجا وات? احنا عارفين ان في حاجة اسمها ميجا اوم. ده يعني بدي مثلا متطرف علشان الصورة توضح. فرق ما بين الارقام الملحقة في وحدات القياس وفي فرق ما بين وحدات القياس نفسها. لازم نحس بابعاد الحاجة. لازم نحس بقيمتها. ولازم نحس بان هي اصلا صغيرة ولا هي كبيرة. الواحد منها الوحدة الوحدة منها. الريدي كبيرة ولا الوحدة الوحدة منها اصلا صغيرة. وبالتالي اذا حسينا بالوحدة الوحدة قد ايه صغيرة? او الوحدة الوحدة قد ايه كبيرة? فلما يجي لنا رقم زي مسلا ميكروفراد هنعرف ان ميكروفراد ده حاجة مقبولة. لكن لو واحد يقول لي ان انا مسلا اه طولي اه كيلو متر. هقول له لا. مش حاجة يسمعها طولك كيلو متر. ليه? مش ده مستحيل. فهميني ازاي? لكن انا طولي مسلا مترين متر وتمانين متر وستين من اول مسلا متر لحد متر. يعني الاطوال البناء من الطبيعية حسنها. انا مش بكلم على الاطوال فقط لان ده حاجة واضحة للعيان. انا بديها كمثال. لكن انا بكلم بقى على جميع الوحدات القياس. اللي احنا ممكن نتعامل نتناولها في حياتنا. لابد ان احنا نكون مستوعي بينها. شكرا يا رب الفيديو ده يكون مفيد. ومستمي اراءكم. شكرا والسلام عليكم ونحمد الله وبركاته.